استشعار المحيطات عن بعد المحيطات هي أصل الحياة على الأرض وهي ما خاف منها أول البشر وأجبرهم على الابتكار التكنولوجي للبحار أولا ثم الغوص فيه حالياً تعتبر المحيطات أصدقائنا المقربين ومصدراً كبيراً للمخزون الغذائي ومصدراً مفيداً جداً للمعلومات حول عالمنا يعلمنا أسرار المناخ والكوارث الطبيعية بفضل عمليات الرصد العالمية يمكن الآن التنبؤ بالظواهر الجوية المتطرفة مثل الأعصير المدارية أو العواصف المتفجرة في منتصف خط العرض والانخفاضات القطبية بدقة أكبر إن التحديات التي تواجه استشعر المحيطات عن بعد لا حدود لها بقدر التنوع ديناميكية سطح البحر وظروف الأرصاد الجوية في جميع أنحاء العالم ونطق المقاييس المكانية والزمنية زيادة نوعية وكمية ومدة عمليات رصد المحيطات تعتبر هام للغاية بالنسبة للتطبيقات العملية ولتقييم التغيرات المناخية المحلية أو العالمية سواء من التأثيرات الطبيعية أو من صنع الإنسان إن رصد المحيطات يتطلب بالتأكيد مهارات في إجراء عمليات رصد مستمرة وتفسيرات فورية في نطاق مكاني واسع من أمتار إلى مئات الكيلومترات ولذلك فإن رصد العالمي المتاح من الفضاء أداة لغنى عنها لتحليل هذه المناطق الكبيرة من الكوكب باستخدام أجهزة الاستشعار عن بعد يمكننا النظر إلى المحيطات باستخدام تقنيات مختلفة مما يسمح لنا بدراسة لون المحيط نحن نبحر بالمحيط الأزرق لأنه يعكس اللون الأزرق للسماء ومع ذلك إذا كانت هناك أي جسيمات معلقة في الماء فسيتغير اللون قليلا قياس لون المحيط يسمح لنا بمعرفة نوع الجسيمات الموجودة وتركيزها مثل الكلوروفيل والمدى الصفراء والرواسب وعندما يكون الماء شفافا جدا يمكننا حتى تقدير عمق البحر وتصنيف مختلف أنواع التحالب سطح المحيط توفر رادارات الفتحة الاصطناعية تفاصيل دقيقة جدا عن سطح المحيط يمكنها أيضا الرؤية من خلال السحب إنها أدوات مفيدة جدا لاكتشاف التيارات البحرية السطحية أو للكشف عن الأهداف مثل السفن أو انسكابات النفط سرعة الرياح تستخدم مقاييس تناثر رادار لقياس سرعة الرياح والتجاهية في سطح المحيط وهذا يساعدنا على تحسين دراساتنا المناخية وفهم التفاعل بين البحر والهواء بشكل أفضل ولكن لمراقبة العصير البحرية نستخدم مقاييس أجعة المايكرويف وهي دقيقة للغاية توبوغرافيا المحيط إن سطح المحيط يتجه للخارج ويميل للداخل مقلدا تداريس قاعه وعلى الصعيد العالمي تعتبر المطبط مؤشرات للتيارات والتغيرات في كثافة المياه يرتبط بدرجة الحرارة والملوحة ويمكن قياسها بواسطة مقياس الارتفاع راداري ملوحة المحيط ودرجة حرارته يمكن أن يكون للتغيرات الصغيرة في ملوحة سطح المحيط آثار دراماتيكية على دورة المياه ودوران المحيط حيث تحدث الملوحة كثافة مياه البحر ومع تخزين المحيطات لحرارة أكبر بثلاثة أمتار من الغلاف الجوي بأكمله فإن تداولها هو مفتاح الحفاظ على مناخ الأرض دراسة المحيطات تساعدنا على التنبؤ بالتهديدات الطبيعية القادمة مثل حدث وهو ظاهرة ملاخية دورية تتعلق بالاحترار في شرق المحيط الهادئ الاستوائي وبتوقعها يمكننا إنقاذ الكثير من الأرواح والخسائر الاقتصادية